طبعا أنت سواليد يعني مهتم في تفاصيل برامجك دائما وهذا شيء جميل صراحة ومحفز دائما لكن إيش اللي كان صعب عندك في تصوير هالموسم خصوصا أني سمعت أنك متهاوش مع المخرج في البرنامج وكذا يعني إيش اللي صاير من قال لك المتهاوش مع المخرج شوف نقطة إيجابية في العمل أنا بالنسبالي إن المعد مثل النسمة ما تشعر فيه تمام لغة تفاهم عالية إشارات فقط إشارات في إذنك هذه نقطة إيجابية أنا ما حب اللي يكلمني في إذني أكتر من واحد أنا تعودت على طريقة خالد خالد قاعد معي ثلاث حلقات ومشي جاء أحمد طبعا أنا تعودت تمام فليش أحمد أحمد قاعد ثلاث حلقات وجاء أبراهيم يا لطيف يا جماعة بغثبة دلي زعني بعض أحيان في كل البرامج موش في برنامج هذا بالإعداد يعني أو الناسب الكتر في كل شيء منتج البرنامج تمام معد البرنامج مخرج البرنامج تمام سبب لأول شيء الصعب في البرنامج أيو أنا ما أحب الكلام في أي برنامج جميل أصعب ضيف كان بالنسبة لك من ما ما يعني أصعب تنسيق فهمت هاني لكن أصعب حوار طب هي حلقة في القاهرة كمام أي لكن ما أحكوا لي شيء من هو ماشي الفنان الجميل مسديد ريفس كانت حلقة صعبة أيو أنا بالنسبة لي حلقة صعبة عادي عندي مفاجرة كبات شوي عن هذا الكبير عن هذه الحلقة عن هذه الحلقة يعني بالتزامن طيب أحنا ما بقى معنا وقت كثير وصلاح عندي أسيرة كثيرة يعني وإن شاء الله البرنامج ثري